ترجمة نانسي قنقر نظن بأن لا يوجد أشياء كبيرة بعد المرات نخرجه لقضاء الحاجيات التي تتعونا و للصلاة و لقراءة القرآن و كانت الكثير من الأشياء وحشناها خاصة في هذا الشهر الكريم وهي خاصة الصلاة المساجد و خروج بعد الصلاة التراويع أنا في شهر رمضان الأطباق كلها نبغيها لأنني أريد أن أجل المنجر نبغي الماكلة و في رمضان أكلتهم لكن الحريرة والبريكة تونيزية هي أكثر المهمة بالنسبة لها من أكل هذه الأشياء لا تأكل المراهة و أحب أن أحب الكثير من الأطباق كيف 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 كشامية كيزلابية كسبوع القاضي كرينا نلتغي هكذا و ركتشوف هذا الشهر رمضان هذه الحاجة رهي ناقصة بثاف غير موجودة في المحلات لهذا كتشوف هنا في الضار الزوجة و البنات الحمد لله هرامي يقدموا فيهم جهود كبير لن يديروا لنا هذه الأشياء هذه و الله يعطيهم صحة موسيقى نصليها مع الأولاد مع الزوجة الحمد لله رانا كيما أقول لك رانا أحاولنا أن نستطيع أن نستطيع لأننا نستطيع إما أو الله لكن رانا نديروا المجهودات لنصليها و قراءة القرآن و الصلاة في الوقت الحمد لله لكن لا أخفى لك موسيقى كما في المساجد بالله العادين نصلي في المساجد أمام وراء بيت الإمام و تكونوا أحبابتها و أكون أصدقاء و تتلقى مورتها رويح كيما يقول لك هذي كلمة هذي كتوحشناها قلت لك في ال86 صرت لي واحد القصة في ال86 كان عندي 17 عام لعبنا مقابلة ضد شباب بالوزداد أنا داك لما لعبتنا جواه ولعبنا عشر ساعة الوحيدة بتاع الحشية و كان رمضان و كان كيما يقول الحمال كان شوية سخانة و لكن المقابلة كملت تخلت للدار و أنا جاء في 10 عام و ساعة الوحيدة و أردت 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 و أردت 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 سبب و قاموا ما أردت أنا أردت موسيقى في رمضان في رمضان في مقابلة مهمة في رمضان ثاني كنا كنا لعبوا الوحدة لا نعرف لذلك لعبنا مع الشباب وفوزنا عليهم 2-0 ونا دلنا مجرد لأنه كان مجرد في رمضان ثاني وفي رمضان ثاني لدينا مقابلة بعد احترازات على اللاعب عمران لذلك المقابلة لا نسوها لأنه في المجهودة لأنه يبدلنا موسيقى لكل الشعب الجزائري نتمنى لهم رمضان كريم والله يبعد علينا هذه الجواب ويحتضر المنزل ونوصوكم ونوعكم باللي بقى في المنزل هو الحل الوحيد لكي نتخلص من هذه الوباء